what kind of food flavor do you like flavor flavor الحابة نحن نتكلم عن الطعم الاكل نعم الآن يحب الأكل وكلنا نحب الكشري والمحشي والحاجات ده كلها نحن نتكلم عن الفلاور بتاع الاكل هل هو مملح أوي أو هو ساور أوي أوه هو سلتي أوي أوه هو سبايسي أوي نحن نعلمكم الحاجات الأساسية أول طعم لما يجب أن أعلمك الحاجات الاساسية أول حاجة يسموها سبايسي 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 معنى إيه؟ الأكل الحار يطعم الحار يعني حرا سبايسي أسميه مثال أحب الأكل الحار أمو كنت أقول إيه؟ كوشري سبايسي مو كنت أقول إيه؟ كوشري كوشري الطعم الثاني اللي أظننا بيحبه واللي بيتخنى بخلناك براوي هو سويت 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 فلايفور سويت فلايفور سويت سويت فلايفور سويت سويت الطعم الثاني اللي احنا طبعا يعنيها معظمنا في مصرح بولغو بيسموه سالتي فلايفور سالتي 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 مين مملح أو زي الفسيخ سالتي 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 بحب بحط ملحة كتير إلى أكل بتاعي الطعم اللي بعد كده اللي هو مش مشروع عندنا في الوطن العربي موجود في أسيا بيسموه سويت 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 ممكن تتعلم مع بعض يعني طعم اللي مع بعض كده يعني اكلها تحس إن هي سويت سويت مع بعض يعني صين مشروع في حق جديدة كترة جدا عنهم حق اسموها كومبوى سويت سويت انا بيبقى سكر قوي مع طعم اللازع كده ما زيلا ممكن تتعلمه سويت 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 الطعم البعض كده هي أكسترا س Arist Plus Extalez أكسترا سبيسي يعني ايه حراء زيلة شوية ممكن تتماعي حراء العزع عايز سبيسي ولا أكسترا سبيسي طالك أكل عايز إكسترا سبايسي تع puddMar يجب 그렇게 ح 이미ش يعط أنهم إلا شطاء ويتنوم glitter الحينوج مشمول طوع مق Benglimi صحيح ، أكسترا سبيسي يعني ي كلech ع Goodness بردك فيه طعم التاني موجود بنسميه بيتر. بيتر هو طعم انت بتحبوش او يعني وبالعرب بيسموه بيتر معانا ايه يعني الطعمه ايه ممكن تاكله مرة والمرة الجاية مش تاكله تاني يسموه بيتر بيتر فلايفور ممكن تطبخ مثلا تصل بطاطس وبعد كده بتحس ان هي طعمه غريب كده ما هيش الطعم اللي انت بتوقعه ده بيسموه بيتر فلايفور مش محبب للناس كتير جدا لكن في العبز كمان الأجسام وناس اللي هم راضيين بيحبوا حاجات معانا كده بتكون بيتر فلايفور الـفلايفور بعد كده اللي انا ما بحبوش قوي بيسموه بلند لما تكون تعبان بتحويل شربة من غير ملح ولا اي حاجة بيسموها بلند يعني ايه حاجة عادية كده لليه ليه ملاحة ولا هي مسكرة ولا هي اكستر سبايسي بيسموها بلند بلند فود يعني ايه لما تكون تعبان وبتحاول غصب عندك تاكله مثل الروز في الطبخ هو طعمه بلند لازم تضع على حاجات تأكله بيسموه بلند فلايفور و اخر ما يسموه تانجي 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 فلايفور دا افريكا هو مشروع في وطن العربي لكن هنا في الدول المتقدمة يعني بيخلي الاكل طعمه خاصة الديزيرد يسموه تانجي فلايفور لما تكون تحسين طعمها خاصة شوية بيخلي الطعم انا لا اعرف شو ما اعرف تانجي فلايفور موجود في كل الدزيرد سواء كم Pudding سواء كم Cheesecake تانجي تانجي فلايفور تانجي فلايفور و يبقى كده خلصنا الحاجات الاساسية اللي هو الفلايفور دا اول حاجة تانجي 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 و سواء كم سواء و سواء كم سواء و سواء كم سواء اعجب وثانين وثلاثة وأربعة وخمسة وهذه نهاية الفيديو لو عندكم أي سأل تسألكم إن شاء الله الآن أجاب نتكلم عن أكلات شعبية مشهورة في الوطن العربي وبنحاول نوضح إذا تكلم عن أكلات شعب تحتك وذلك نهاية الفيديو شكراً لكم على المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم